ورياضيا يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بروسيا دارتموند الألمانية في العشر مساء على ملعب ويمبلي وذلك لحساب نهائي دور أبطال أوروبا ويسعى الفريق الإسباني لتأكيد سيطرته التامة على قرة القدم الأوروبية فيما يطمح دارتموند لتحقيق اللقب الثاني له في البطلة القرية الأعرق بتموح التغلب على البطل التاريخي للمسابقة الأعرق عالميا على صعيد الأندية يدخل فريق بروسيا دارتموند الألماني مواجهته القوية أمام العملاق الأسباني ريال مدريد في نهاي دور أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في لندن إذن ترزيتش المدرب الألماني لبروسيا دارتموند والرغم تخطيه لكل توقعات خروج فريقه إما في ربع النهائي أو في نصف النهائي إلا أن مهمته أمام الإيطالي كارلو أنشيروتي مدرب الريال ستكون في غاية الصعوبة بالنظر إلى فارق الخبرة الكبير بين المدربين على صعيد دور الأبطال فلا مقارنة تذكر بين الفريقين إذ يعد ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة بأربعة عشر لقبا بينما لا يملك بروسيا دارتموند سوى لقب وحيد حققه عام 1997 على صعيد المواجهات المباشرة يتفوق ريال مدريد تاريخيا على بروسيا دورتموند حيث تقابل أربع عشرة مرة من قبل في دور الأبطال وفاز الريال في ست مواجهات بينما فاز بروسيا دورتموند في ثلاث مواجهات وانتهت خمس مباريات بالتعدل فيما تعتبر المواجهة بين الفريقين في نهاي دور الأبطال حاسمة فيما يتعلق بتأكيد سيطرة الميرينجي على كرة القدم الأوروبية أو ظهور وافد جديد يكسر هيمنة البطل التاريخي